شهد محافظ الغربية أشرف الجندي سلسلة من الفعاليات والأنشطة بقرية الهياتم ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان ومتابعة سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقوافل وذلك بهدف تطوير المجتمع المصري وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين كما تفقد المحافظ ومرافقه أكبر قافلة طبية علاجية والتي شهدت أقبالا كبيرا من مختلف فئات المجتمع للكشف في المبادرات الرئاسية ميتيوم صحة كما تفقد المحافظ أدورة تدريبية على الحياكة والتفصيل من خلال السيارة المتنقلة والملتقة التوظيفية الذي يقدمه جهاز تشغيل شباب الخرجين والذي يضم 12 شركة بإجمالي 1652 وظيفة مقدمة لأهالي مركز المحلة